السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعندوه الحديث هذا الخريط قول قبل ذلك شي اخبر اندي له واحد المدخل و هذا المدخل حس به بزاف لقني واحد سيد وقال لي والله العجيب كنشوف من بره وكنقول غريب كيف هجل الإنسان ما عنده مشاكل كبيرة في دوزام ومعندوش مشاكل كبيرة في المغريب لأنه نحن فكرتنا بأنه اي واحد يقدر يدوئ مشكل ويدوئر شي حاجة ليماييش في البلاد سيكونوا عنده مشاكل والغريب في الأمر هو أنه والناس يتخلقوا في البلاد ولم يتخلقوش الناس الذين يأيتونها فساداً في الأرض يسحب لهم ذلك شي غدي إلى يوم الدين بحلقك والتاكيوقع الفواجيه قاعد كيتربين الفقد وكان نوذو كانت تجاره كانت تقلب أرهب كثير من التساؤلات حاول الحرارة حاول التكوين الناس الذين يصوقوا الكيران يقول لنا نهار أقسم بالله كان دي لنا بيت ما بينربط وكازو كانت تقلب بلاد وكانت تسوقهم البراج لكي تتكلموا في الأطراوات وفي الأطراوات وفي الأطراوات تكوين الناس وفي الأطراوات وفي الأطراوات وفي الأطراوات وكأن تتبعوا بأكد وفي الأطراوات وفي الأطراوات يمكن رؤيدنا مرقبة. واش هاد الناس اللي كانوا في طريق يدري وخدمتهم وليما كيدروا واش خدمتهم. واش هاد عباد الله اللي عنده مدلزة غريمون دي الكيران اللي عنده الشركات. واش عندهم ضامير. واش كي يعرفوا بانه اروح ناس. مع امرين نسا واحد نارك في ست ايام كنت راجع من تازع واحد سيد جاك يحسب ويقول لي عندك. اتنين وخمسين واحد. برو اذو اروح دي الناس عندك. وابقت لاس خليف. فودني هاد القضية. اروح الناس خاصهم يتخلعوا في المغرب. خاصهم يتخلعوا لانه القانون خاصهم يتطبق. ولانه ما خاش الحماية لهد عباد الله. ولانه ما خاصناش نطونهم ضعينينا على شيء حويج وإلا كل مرة رغم دون فيقوا على شيء واحد مات ولا على شيء عشر مات ولا عشرين. وغا يبقى فينا الحال. وسندمو حين لا ينفع الندم. فقد نظن بانه كين اجراءات خصت تخاذ. وتكون اجراءات اللي هي جدية. والضرب بيد من حديد. على كل مخالف. لانه ما يمكنش يبقى هالشي بحركة. ما يمكنش تقطر ايكا تخلعنا للدرجة. السلام عليكم.